اهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج كوشك الصحافة والذي نطالع فيه اهم ما تقوله المواقع الاخبارية اليمنية والصحف العربية الصادرة كل يوم البداية من موقع عدن الغد حيث نشر عن العاصمة صنعاء وقال الموقع في عنوان بارز اهل صنعاء يتوقون لانتهاء الحرب يقول الموقع يسود القلق العاصمة اليمنية صنعاء حيث يترقب عامة الناس نتيجة نحو شهر من محادثات السلام التي يأملون في ان تضع نهاية للحرب المدمرة يتابع الموقع بات دوي الضربة الجوية وانقطاع الكهرباء والخوف الشديد من احتمال ان لا يتمكن المجتمع من التعافي مجددا جزءا من الحياة يومية ويفيد التحقيق الذي نشرته اولا وكالة رايترز في صنعاء التاريخية التي تنتشر بها الابراج العريقة المبنية بالطوب اللبن يبدو الماضي اكثر اشراقا من المستقبل وبرغم ذلك فان بصيصا من الامل ما زال يسر بين اهالي المدينة من العنوين التي جاءت ايضا مقاومة المعلة تخلي مبنى هيئة الاستكشفات النفطية ومن موقع الموقع عنوان في صفحته الرئيسية عمران الميليشيا تدفع بعناصرها نحو جبهات القتال وتستنفر قواتها في خمر قالت مصادر محلية في محافظة عمران مشرف الحوثيين بمدريغتاي حوث والعشة اشرف على تجهيز وتسليح عشرات العناصر التابعة لهم وارسالهم نحو جبهات القتال وذكرت المصادر قيام مشرف ميليشيا الحوثي في مدريغتاي حوث والعشة قام بتسليح خمسة وثلاثين عنصرا من عناصر الميليشيا في منزل قيادي حوثي في منطقة نقيل الغولة وبارسالهم الى جبهة نهمة ايضا عنوان اخرى من الموقع انهيار الريال والتداعيات المتوقعة الانقلابيون يجرون البلاد نحو الهاوية عنوان اخر الميليشيا الانقلابية تكثف من قصف الاحياء السكنية ومواقع الشرعية في تعز لماذا استهداف المكلة تحت هذا التساؤل كتب مشاري الذايد مقالا ونشره موقع الموقع قال الكاتب لم يكن هناك ذكر لداعش في اليمن او الدولة الاسلامية المزعومة حسب ما يسمون انفسهم او يسميهم بذلك امثال بي بي سي وغيرها من وسائل الاعلام داعش ظهرت على المسرح اليمني نكاية بقوات الشرعية العربية الاسلامية الدولية في اليمن ونكاية بالدولة اليمنية ولم يستفد منها سياسيا واعلاميا من ظهورها الا الماكينة الدعائية الحثية والصالحية المكلة تعتبر مدينة شديدة الاهمية بالنسبة للحكومة اليمنية الشرعية ففوق انها اهم ميناء يمني في الشريط الساحلي المطل على بحر العرب من جهة حضرموت تصل اليها انابيب البترول والغاز من مأرب والجوف وفيها قوة عمل خبيرة في اعمال التصدير والتجارة منذ القدم وفوق ذلك بعيدة كل البعد عن الجو الحوثي والصالحي على عكس عدن التي فيها مشكلات اكثر من المكلة لكل هذه الاعتبارات يمكن للمكلة ان تكون عاصمة عملية للحكومة اليمنية الشرعية تدر المال اللازم لتسيير العمل الداخلي وممارسة التجارة وتكوين مرتكز مدني سياسي مغرن لبقية اليمنيين في النسج على منواله في ركاب الشرعية اليمنية لا بد ان نعلم ان الحرب على القاعدة وداعش باليمن من قبل الشرعية حرب حقيقية وليست ورقة تلعب ومن دلائل ذلك اعتقال نحو 250 عنصرا قاعديا فقط منذ تحرير المكلة هذه الحرب الجديدة التي يشنها ارهابي داعش على المكلة دليل متجدد على ان هذه الجماعة الخبيثة تخدم بصخاء وكرم الاهداف البعيدة لاعداء المصالح العربية والشرعية المتبثلة بالتحالف وقوات الشرعية اليمنية التي تقاتل جنود الخمين في اليمن الحوثية واحلافهم من الصالحيين مشاهدين الى موقع مصدر اونلاين حيث جاء في عنوينه جماعة الحوثيين تنقل صواريخ باليستية الى مواقع بالقرب من مضيق باب المندب قال الموقع ان جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح نقلت صواريخ باليستية من مدينة الحديدة الى منطقة ذباب غرب محافظة تاعز على ساحل البحر الاحمر حسب مقال بلاغ للجنة التهدئة ووقف اطلاق النار وقال البلاغ تم التعزيز بصواريخ باليستية طويلة المدى عبر ناقلات كبيرة من محافظة الحديدة الى معسكر العمري في مدرية ذباب والتي تبعد عشر كيلومترات عن مضيق باب المندب ومن العنوين التي وردت ايضا في هذا الموقع مسؤول في وزارة التخطيط يقول تدخل الحوثيين في وزارة المالية والبنك المركزي دمر الاقتصاد اوضح مسؤول حكومي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في العاصمة صنعاء بان جماعة الحوثي التي سيطرت على السلطات المالية للبنك المركزي تسببت بشكل مباشر وغير مباشر في تفاقم وتدهور الاقتصاد وقال المصدر وهو خبير اقتصادي ان تدخل الحوثيين في الادارة اليومية لوزارة المالية والبنك المركزي وصرف حوالي 25 مليار ريال شهريا للمجهود الحربي للحوثيين ادى لخسارة الاقتصاد الى موقع التغيير نتو الذي جاء في صفحته الرئيسية رئيس الوزراء يقول اننا امام خيارين اما ان تبقى الوحدة في صيغة اتحادية واما ان نترك بلادنا وشعبنا في حالة من الضياع وقال رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر لدينا فرصة حقيقية متاحة لتصحيح الوضع كله دون غالب في ذلك او مغلوب او منتصر ومهزوم هنا لا يجوز الانتصار الا للجمهورية والوحدة كما توافقنا على شكلها ومضمونها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الاتحادي واضف بن دغر اننا امام خيارين تاريخيين لا ثالث لهما اما ان تبقى الوحدة في صيغة اتحادية فننتصر لانفسنا وننتصر لارادتنا المشتركة ونسمو فوق الجراح واما ان نترك بلادنا وشعبنا في حالة من الضياع والفوضى والتشرذم فندفع جميعا ثمن التهور والطمع والبغضاء التي تجد من يغذيها بقصد او بغير قصد ومن عنوين موقع التغير نت مكاوي يقول الانقلابيون انقضوا على المرجعيات وشرعنة الانقلاب ستشكل سابقة خطيرة في تاريخ الامم المتحدة موقع يمن مونيتر جاءنا ايضا فيه عنوين رئيسية من الصفحة الحكومة اليمنية تقول راغبون بالسلام ولا نسعى للحل العسكري عنوان اخر نساء اليمن السبع يرفع مطالبهن للمتفاوضين في الكويت يقول الموقع في التفاصيل ان سبع نساء يمنيات يشاركن المتفاوضين اليمنيين في الكويت وجهنا مجموعة رسائل مجموعة من الرسائل تتعلق بحقوق المرأة اليمنية خاصة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية منها والتي كانت المرأة اليمنية اكبر من تحمل تبعاتها بسبب الحرب القائمة وطالبت مجموعة نسائية من الفريقين بالوصول الى سلام شامل وعادل وبالالتزام بوقف الاعمال القتالية وتفعيل لجان التهديئة المحلية بالاضافة الى تعزيز بناء الثقة بين الاطراف واختمت المجموعة مطالبها بحماية النساء والاطفال ووقف تجنيد الاطفال وإعادة تأهيلهم وتحييد وضمان استمرارية العملية التعليمية وكذلك تأمين الخدمات الصحية ومعالجة قضية الأسرة والمعتقلين والمخفيين قصرا عنوين اخرى لجنة التهديئة تاعز تتهم الحوثيين بنقل صواريخ باليستية عنوان اخر وقفة احتجاجية لأساتذة جامعة صنعاء ضد عبث الحوثيين قبل مطالعة اهم ما تقوله الصحافة العربية الصادرة في اعدادها اليوم نذهب الى فاصن قصير ابقوا معنا مستمرون معكم في كشك الصحافة المشاهدين نصحكم في جولة الصحف العربية والبداية من الصحف الكويتية صحيفة السياسة علقت مساع كويتية لانعاش المفاوضات اليمنية قال الرئيس الوفد الحكومي عبد الملك المخلافي في تصريح الى السياسة نحن باقون في الكويت وننتظر المساعي الحميدة التي يقوم بها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والكرة الآن في ملعب الطرف الآخر الذي عندما يوقع على وثيقة التزام بالنقاط الست التي تتبناها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي سنعود الى المشاورات على أرضية صلبة لنصنع السلام لشعبنا وبلادنا أضاف المخلافي الطرف الآخر لا يريد السلام ويتعامل مع المشاورات بعبثية ولا يبالي مشيرا الى تعنت وفد الحوثي صالح وانقلابهم على المرجعيات الثلاث المتمثلة في قرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصا القرار 22-16 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وفي استمراره في التسويف والمراوغة ما أدى الى مرور شهر كامل منذ انطلاقة المشاورات من دون تحقيق أي تقدم يذكر وما زلنا في الصحافة الكويتية الى صحيفة الرأي تحديدا عنولت تقنين زيارات السوريين والأردنيين والعراقيين واليمنيين ووفقا للصحيفة فقد تم اقرار عدد من التوصيات أبرزها تقنين زيارات بعض الجنسيات خصوصا السورية والأردنية والعراقية واليمنية بشكل مؤقت مع استثناءات لرجال الأعمال أما في شأن المفاوضات اليمنية الجارية هناك فقد عنونت الصحيفة وقالت الأمير يقول لليمنيين السلام يضمن استقرار بلدكم وسلامة أبنائه واصلوا المشاورات بنتائج إيجابية للوصول إليه وقالت الصحيفة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد حض أطراف مشاورات السلام اليمنية على مواصلة مشاوراتهم للتوصل إلى نتائج إيجابية تسهم في تحقيق السلام المنشود الذي يحفظ لليمن الشقيق أمنه واستقراره وسلامة أبنائه إلى صحيفة القدس العربي عنونت في إحدى موضوعاتها وقالت ولد الشيخ يقول نعتمد المرونة مع الأطراف لتجميب اليمن المزيد من الخسائر قال المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ الأمم المتحدة تعتمد على المرونة مع الأطراف من أجل التوصل لحل سياسي ولتجنيب اليمن المزيد من الخسائر مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأطراف عليها مسؤوليات يجب أن يلتزم بها وذكر ولد الشيخ أن المجتمع الدولي مستعد لدعم اليمن لافتا إلى أن المطلوب من المشاركين هو التفاعل البناء خلال الاجتماعات واللجان الخاصة من أجل التقدم بالملف السياسي والأمني وقضية الأسرى والمعتقلين وتقول القدس إن مشاورات الكويت لم تشهد خلال يومي الثلاثاء والأربعاء أي تجلسات مباشرة بين الأطراف اليمنية بسبب تعليق وفد الحكومة وفد الحكومة عفوا وفد الحكومة مشاركته احتجاجا على عدم التزام الحوثيين وحزب الصالح بالمرجعيات والشرعية والانسحاب وتسليم السلاح والتدابير الأمنية المتعلقة بها خلافا للالتزامات والمطالب التي فرضها عليهم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 22-16 اليمن كأن الشرعية الدولية تريد اعترافا بشرعية الحوثيين تحت هذا العنوان كتب اللبناني عبدالوهاب بدرخان مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية وقال الكاتب السلطة أهم من الوطن أهم من الشعب والدولة والشرعية أهم من العمران والاقتصاد لأن السلطة كما ارتسمت ومورست بعد الاستحواذ عليها في يمن علي عبدالله صالح ومن سبيقه من ضباط قبل توحيد الشطرين وبعده أعفت الحاكم من واجبات إنشاء الدولة واحترام الشعب والاهتمام بالتنمية وتحولت مصهر للاستبداد وهو أسوأ أنماط الفساد ولأن السلطة كما استورتها الحوثيون من صالح وكما باشروها تحاول تخليق ما بعد بعد الاستبداد لذلك تحولت معهم فعل احتلال وهو أسوأ الأسوأ وهكذا تبدو الحكومة الشرعية وهي تشاورهم في الكويت لأنهم يستكثرون عليها أن تفاوضهم في دور الأم المضطرة للتخلي عن ولدها حيا محافة تقطيعه وبالتالي قتله كما يريد من ينازعونها عليه وفقا للمثل الأخلاقي الكلاسيكي المعروف غير أن الأخلاقية مفتقدة كليا عند الحوثيين وحليفهم أغرب ما في مشاورات الكويت أنها تبدو أشبه بمناورة تغطيها الشرعية الدولية لدفع الشرعية اليمنية إلى الاعتراف بشرعية ما للانقلابيين هذا يسمى التفاوض على التفاوض بل هو تفاوض لتعميق الخلاف لا لجسره ولكسب الوقت تحضير للهجمات التالية ذلك أن دفع التشاور من انتكاسة إلى انتكاسة تكتيك متعمد لإثبات أن الأمر الواقع الميليشيوي فرض نفسه وبات بديلا أقوى من الشرعية وقد ازداد قوة وفجورا مع تيقونه بأن الإرادة الدولية لا أسنن لها ولا تلوح باستخدام القوة بموجب البند السابع لم يتمكن الحوثيون من خلط أوراق التفاوض فحسب بل استطاعوا قبل ذلك إلغاء وجود الدولة على الأرض فثلثا عديد الجيش لا يشارك في الحرب وثلث الآخر انقسم بينهم وبين الحكومة والوزارات إما نهبوها وعطلوها وما استبقوه منها وضعوا فيه رجالهم ثم إنهم فوق ذلك لم يأبهوا يوما للوضع الإنساني الصعب الذي فرضوه على اليمنيين لكنهم يستخدمونه في تكتيكات التفاوض كعنصر ضاغط لحمل الحكومة على التنازل من دون أن يبدو بدورهم أي استعداد للتنازل إلى صحيفة البيان والتي تابعت إحدى الموضوعات وقالت وفد الحوثيين ذهب إلى الكويت لإضاعة الوقت ولتحسين وضعهم الميداني قالت صحيفة البيان الإماراتية في افتتاحيتها وفد الإنقلابيين لم يصدقوا الوعد ولم يحسنوا النية بل ذهبوا إلى الكويت وفي نيتهم المماطلة وإضاعة الوقت من أجل تحسين وضعهم الميداني وأضافت الصحيفة عندما أعلن الإنقلابيون موافقتهم على الذهاب إلى الكويت والجلوس على طاولة المباحثات للتفاوض ظن الكثيرون أنهم صادقون في النواية نحو السلام وتناسى الكثيرون ألعابهم وحيالهم ومنوراتهم وكذبهم المكشوف وأكدت الصحيفة أن الإنقلابيين لم يحسنوا النية بل ذهبوا إلى الكويت وفي نيتهم المماطلة من أجل تحسين وضعهم الميداني وتجميع أوراق أكثر قوة تفيدهم لتحقيق مكاسب أكثر وحاولوا التنصل من الاتفاقات وتعطيل المباحثات قبل انطلاقها وقالت البيان في ختام الافتتاحية أمام هذا التسويف والمماطلة لم يكن أمام وفد الحكومة الشرعية إلا تعليق المشاركة في المباحثات لعل الإنقلابيين يعودون لرشدهم ولا يضيعون فرصتهم الأخيرة للنجاة بحياتهم إلى صحيفة الخليج تابعت الوضع الميداني وقالت في العنوين مقتل ناشط وضبط خلية إرهابية في الضالع حيث قالت الصحيفة صحيفة الخليج قتل ناشط في المقاومة وجرح إثنان آخران إثرى محاولتهم تفكيك عبوة الناس فزرعها متشددون في إحدى قباب المساجد التاريخية في محافظة الضالع وتابعت الصحيفة المقاومة ضبطت خلية على صلة بالإرهاب زرعت العبوة الناسفة في الضالع عنوان آخر للصحيفة قوات الشرعية ترد على الخروقات في نهم تنقل الصحيفة عن مصادر في المقاومة والجيش الوطني في مدرية نهم في صنعاء قولها إنها ردت على خروقات ميليشيا الحوثي وصالح وشنت قصفا عنيفا على مواقع إطلاق النار أسفر عن سقوط قتل وجرحه من عناصر الميليشيا وقال الناطق الرسمي لمقاومة محافظة صنعاء عبدالله الشندقي إن الميليشيا تواصل خرق الهدنة بشكل مكتف منذ أسبوع مؤكدا تصدي المقاومة وقوات الجيش لتلك الخروقات والرد عليها بشكل حازم إلى صحيفة العربي الجديد قالت الأمم المتحدة العالم تنقصه الإنسانية وليس المال تقول الصحيفة حذر مدير عمليات مكتب الأمم المتحدة لتنصيق الشؤون الإنسانية أوتشا جون كينغ من تداهر الوضع الإنساني في اليمن ووصفه بأنه على حافة كارثة إنسانية مدير عمليات مكتب الأمم المتحدة لتنصيق الشؤون الإنسانية أرجع السبب إلى نقص التمويل اللازم لتقديم المساعدات الإنسانية والغذائية الأساسية لأكثر من سبعة ملايين يمني بحاجة ما سائلة تلك المساعدات وعن النقص الحاد في صندوق دعم المساعدات الإنسانية لليمن وأماكن أخرى قال كينغ ما نشهده في العالم ليس نقصا في الأموال بل نقصا في الإنسانية وهذا يترجم بسقوط الأبرياء ضحايا القتل كما يشهد الملايين معاناة مرعبة لسبب الصراعات التي سببها البشر ويضيف لو اقتطعت الدول أقل من واحد في المئة مما يصرف على الأسلحة ووضعته في التنمية والمساعدات الإنسانية لكان وضع العالم مختلفا وقال أيضا في زيارة الأخيرة لليمن لم يفهم الناس لماذا أدار العالم ظهره لهم في هذا العالم الغني أين هي الإنسانية إنها ليست متوفرة لليمنيين في الوقت الحالي وحذر من أن الناس في اليمن يموتون بسبب أمراض يمكن الوقاية منها لكن أدويتها غير متاحة كما أن هناك مليونين ونصف مليون باتوا في عداد المشردين اليمن الواضح وسوريا الغامضة تحت هذا العنوان كتب محمد علي فرحات مقالا قارن فيه الوضع في البلدين من وجهة نظره يتجدد الخلاف بين المتحاورين اليمنين في الكويت لكن الحرب تبدو في نهايتها إذ لم يبقى أمام الحكومة والانقلابين الحثيين سوى التأكد من خريطة الشرعية التي ستحكم اليمن بقانون واحد في مناطقه كلها خصوصا في الشمال حافظة للحثيين وجودهم الاجتماعي الذي يعتبرونه مهددا ومنهية وجودهم السياسي الذي طالما هددت امتداداته اليمنيين الآخرين وألحقت بهم الأدى والدمار وفي صلب أي سلام يمني تصليب العلاقة مع جارة الكبرى المملكة العربية السعودية ذلك حقيقة بقدر ما هو مصلحة يعترف بها اليمنيون جميعا ولا يقوى بعضهم على معارضتها علنا لألا يخسر التفاف جماعته حوله هنا تذهب مع الريح شعارات الممانعة وربما مخططاتها التي تريد استخدام اليمنيين خنجرا في ظهر السعودية ولن تستطيع لأن أهل اليمن أدرى بمصلحتهم فلا تغيب عنهم الحكمة أثناء اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل وطنهم خصوصا أن الملايين يجوعون ولن تطعمهم معاندات علي عبدالله صالح وأمثاله ولا تسليم الحثيين من تبقى من يهود اليمن إلى إسرائيل مقابل ثمن سياسي يبقى سريا ولا يؤثر في رفعهم الشعار المضجر الموتى لأمريكا وإسرائيل ولأن حرب اليمن واضحة فإن سلامها الأتي سيبنى على الوضوح استنادا إلى ما تفرضه الجغرافية ويفرضه التاريخ في تلك المنطقة العربية الحساسة عكس ذلك يحدث في سوريا فعلى رغم أشهر قليلة من وضوح الربيع السوري وإرادة التغيير السلمي فإن مسار الحرب التي دخلت سنتها الخامسة يبقى غامضا لا تستطيع إضاحه تصريحات أهل النظام وتمنيات معارضين بعيدين من الأرض والشعب ستنتظر سوريا طويلا نظاما إقليميا يطوي ملف الجيوش غير التقليدية أما اليمن فيمكنه الحصول على سلامه بوعي التاريخ والجغرافية ولن تستطيع القاعدة منعه ولا أوهام الحثين ومعهم سياسيون يرون أنفسهم في مرايا مكبرة ويعمون عن رؤية مأساة شعبهم فقرة الكاريكاتور نخطب بها حلقة اليوم وحتى ألقاكم في حلقة جديدة في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة